موسيقى يعني ما في إنسان يعني الانتماء والولاء يعني شيء أساسي مع إنه مرات يعني الانتماء الولاء بيكون سبب في حزنك وألمك وغضبك وكثير لكن لا بد من الدين ومن الأخلاق لا بد يكون عندك انتماء وولاء وإلا تبتعد الحتة إذا أنت أساسا ما عندك ولا وانتماء فيه وأفتكر ذي الحاجة اللي لها علاقة بشخصيتنا السودانية لأننا إحنا دائما معروفين بإخلاصنا الشديد بأمانتنا الشديدة بإخلاصنا وبأمانتنا وبولاءنا الجميل مناطقنا اللي احنا بنرجع عليها دائما جميلة وعظيمة وأنا سعيدة بشكل شخصي أنه دائما بكوننا في برنامج يوثق للأحياء والمدن السودانية والشخصيات السودانية عبر برنامج رحيق الأمكنة ولا أذعكم سرا بأنه كثير من الزملاء اللي اشتغلوا يعني في ظروف كانت غير متاحة بسفري لبعض المناطق كان زميلي معتص محمد الحسن هو دائما إحنا عندنا موزيع وعندنا زول بديل بكل يشتغل في بعض البرامج بالتأكيد معتصم سافر كثير جدا من المناطق ووثق لكثير من الأحياء ومن المدن السودانية في هذا المرامج رحيق الأمكنة ويمكن الشهر الفات كان أيضا فيه الأبيض يعني سجل الحلقات ونزلت الناس وشاهدها واحدة من الحلقات الشوية قديمة ترجع لي ممكن ثلاثة سنين تقريباً لا أكثر من ثلاثة سنين أو في نيالة في نيالة أكثر من أكثر من ثلاثة سنين أنا 2011؟ 2011 2011 يعني سبعة دي لما جبت بالتملك دي لما جبت بالتملوك اللي هي الآن اللي هي الآن من جوة بقول ومعتصم كان صغير كنا نشوفه كان صغير كيف؟ لا أنا لست صغير يعني يعني نتابع واحدة العموة ما بالسنين يعني والله أنا معرف أنه دايما النسوان ما بحبوا يصغروا لكن غاية الرجال داليا لا نقصص صغر الروح يعني طيب التأكيد هي هذه الروحة الجميلة بتكون دايما موجودة عند زملاننا في قناة الشروق الفضائية ربنا إن شاء الله دايما يجعلنا على هذه الروحة الرائعة والجميلة نتابع هذه الحلقة بالرحيقة الأمكنة من نيالة مع الزمين معتصم حوض الحسين نيالة زي كل من دون سودان بتجيف على تراث وآداب وفنون تراث ما غريب على إنسان السودان الضارب يزوره في الأرض مع صوت السواجي والتناظير الترمي في نيالة إتجولنا بالمعارف كثيرة ونهلنا من موية صافية وبردة من زيل المحبة في ظل البيوت والشوارع الفتحة ليلة اتدادة للشمس مع بعض بطوف في تراجل الدرفور المعتق برحيقة الأمكنة هذه الحلقة وهي تتميز عن الأداب والثقافة والفنون ومعنى دكتور عبدالنبي عبدالله دكتور عبدالنبي أنت شعر المعروفين في مدينة نيالة نيالة معروفة بمكانيات الشعرية دكتور واتكلمنا في البداية عن الشعر في نيالة والحركة الثقافية الشعرية في نيالة أولاً تعلقت الفكر والثقافة بولاية جيل الدرفور في سنة ١٦٨٨ ويرجأ ريادة للجيل الأول وهذا الجيل الذي أبدأ عن مجموعة من الكتاب معروفين وشعراء معروفين ومسلاحيين وفنانين ومن الشعراء الأصم الموقين في هذه الولاية لدينا الشعر الكبير عالم عباس محمد نور هو الآن الرئيس الاتحاد عام للكتاب والشعراء السودانين وعندنا الشعر المعروف محمد سعد دياب وديوانه عيناكي والجرح القديم ومن الشعراء المعروفين الشعراء الدكتورة المسرحية عفاف الصادقة مدني لزوجة بالسازة أتناها أبو عرك البخيت ومن الشعراء المعروفين والكتاب في ذلك الزمان عندنا من أحيي برضو الكاتب المخضرم أحمد كمال الدين والكاتب المخضرم النجيب آدم القمر الدين والكاتب المعروف الصادق الرزيغي كل هؤلاء مجموع من الكتاب والشعراء كل هؤلاء مجموع من الكتاب كل هؤلاء من المدينة ومن المدينة ومن المدينة الثقافة ما كانت في نيالة الرفة لكنها كانت مشوار عمر بين التنوع الضروري لإستمرار الحياة وبين التنوع بشكل ثقافة منطقة الآداب ملمح مهم ومكون حقيقي للثقافات وفي نيالة تاريخ بيحاول بتجذر في أباءه موسيقى يعني مما إحنا ولدونا ولدونا وكذا لدينا أن الفن موجود في مدينة نيالة في دمكم وفي دمنا جارب الفطرة يعني عموماً طبعاً كان في الزمن الفهد في اللي هو أنا أتذكر تماماً في حدي اسمه عبدالله أبو القاسم اللي هو ملقب بسريبيري نعم سريبيري ذا من الرئيل الأول يعني كان لو عنده حبل لحي الجمهورية وعايزين يودوه مثلاً من كرر هنا لحي الجمهورية بكتو بيوا دي برلينة بشيلوه في سرير والله في سرير على أساس أن يودوه أيوة يقولوا سريبيري ذا جانا ومالي جانا التراث ما دقت نقارة وعرضة التراث هو ركزة البيت اللي بيقوم عليه البنات هو لحقة ملهوف والأسرة المظلوم وإدعام الجائع وسترة بنات الفريق التراث في نيالة متنوع بتنوع الثقافات اللي بتشكل إنساننا المتحف الغنبية تراثه وزي ما ذكرنا هذه الحلقة بتحدث عن التراث والفن والغناء وتراث هذه المدينة غني غني جدا ومعنا الأستاذ آدم دقاش أستاذ آدم أنا سعيد أنك تكون معي ونحن بنتكلم عن التراث في دارفور وارتباط هذا التراث بإنسان دارفور وارتباطه بالنشاط الاجتماعي في دارفور يتكلمنا عن ارتباطه بالنشاط الاجتماعي نعم 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 يعني حتى نفير حتى يعني ختم ختم القرآن برضو عنده برضو عنده احتفال وعنده سبوع يعني لا من ذلك يبدو برنامج الزراعة برضو عندهم تقوص وعندهم احتفالات فيها أغاني فيها يعني الحاجات اللي بتخفيف علينا وكذا طبعاً أساساً هم أساساً يعني ما في حاجة تثقل عليه بأصلاً السلام أول حياة تحية لسيدة يعغوب زميلتنا رائعة بالكلمات الجميلة وأعتقد أنه كان إنتاج جاسر عوض بالكتابة المبسطة الجميلة المحببة وبتأكيد التحية والتقدير لمخرج هذه الحلقة ومخرج حلقة نيالة هشام الريحة الدائم متميز في الإخراج وفي نقل الصورة الجميلة والرائعة تحية طبعاً لمعتصن أعتقد أنه الزلم يمشي من مكان لمكان بيكتشف عظم البلد وبيكتشف جماله وإنسان تقصد هي المشيد للطيارة أو المشيد للنيالة؟ لنيالة؟ أعتقدت أن المشيد سفل بلسوا ترجمة نانسي قنقر مكام لتعلم